واول شغلة لازم نعرفها عن السيلينيوم اللي هو الموقع الرسمي تاعهم اللي هو السيلينيوم.دف وصراحة جماعة السيلينيوم عدلوا كثير على الموقع وعملوا له ابدات حتى خلوا الديكومنتاشن تعيتها كثير سهلة واي واحد انه بقدر يقرأها هلا السيلينيوم هي عبارة عن تول احنا بنقدر نعمل اوتومات للي براوزر منها واول شغلة بدنا نروح او نعرفها عن السيلينيوم اللي هي شو هي الانواع تاعت السيلينيوم او شو هي التولز اللي موجودة بالسيلينيوم في عنا اشي اسمه السيلينيوم هوب درايفر في عنا اشي اسمه السيلينيوم اي دي اي وفي عنا اشي اسمه السيلينيوم جرد السيلينيوم اي دي اي زم انتو شايفين من الايقونة تعيته انه في زي الكاميرا هيك او بمعنى اخر الريكوردين وهي عبارة عن طول احنا بنقدر نزلها على البراوزر لما نكبس على الريكورد او على كبسة التسجيل بنقدر نفتح اي موقع ونصير نكبس على شغلات معينة زي الاباوت بيتش بعدين الاباوت سيلينيوم ولما نخلص الستيبس اللي احنا بدنا نعملها منكبس الستوب على هاي الريكورد وبعدين باستخدام السيلينيوم اي بي اي دي احنا بنقدر نعمل ري بلاي وانه نقدر نرد نعيد سيناريو معين فهاي السيلينيوم اي دي اي بيستخدم طول حتى نتحكم بالبراوزر واللي هي هاي الطول احنا بنقدر نعمل ريكوردينج والجسط زيها ولكن احنا بالحياة العملية ما رح نستخدم السيلينيوم اي دي اي كثير احنا رح نستخدم اشي اسمه السيلينيوم ويب درايفر واللي هي عبارة عن انه احنا نقدر نكتب كود سواء كان بالجافا بالجافا سكريبت بالبايثون بأي لغة من لغات البرمج اللي بتدعمها السيلينيوم وبنقدر من خلال هذا الكود انه احنا نتحكم بالبراوزر ما رح نعتمد على تول انه نعمل ريكوردين فهذا الاشي رح نغطيه بهذه الدورة اللي هو السيلينيوم وبترايفر في عنا اشي اسمه السيلينيوم مجرد وهي زي ما كنتوا شايفين من الايقونة هون لو في عنا 200 300 400 تست كيسز واحنا بدون نعملهم in parallel على اكثر من جهاز احنا بنقدر نستخدم اشي اسمه السيلينيوم مجرد وهي السيلينيوم صراحة مجرد اشي كثير advance ورح نشوف لما نبلش بواحدة من المشاريع كيف انه احنا رح نستخدم السيلينيوم مجرد